أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعدته كل أسبوع رحب قداسة الباب فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت حيث تأمل قداسته وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنتل صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتألمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تأمل قداسة البابا اليوم في الصلاة في الشركة مع مريم قال قداسته المسيح هو الوسيط الجسر الذي نعبره لنتجها نحو الاب كل صلاة نرفعها إلى الله هي من أجل المسيح ومع المسيح وفي المسيح تحتل مريم العذراء مكانة مميزة في صلاة المسيحي لأنها أم يسوع غالبا ما صورتها الكنائس الشرقية على أنها تشير إلى الطريق أي إلى لابن يسوع المسيح في الليقونات المسيحية هي حاضرة فيها وأحيانا في مكانة بارزة ولكن دائما بتوافق مع الابن ورسالته هذا هو الدور الذي لعبته مريم طوال حياتها الأرضية وتحتفظ به إلى الأبد أن تكون أمة الرب المتواضعة لقد بسط يسوع أمومة مريم على الكنيسة كلها عندما أوكل إليها تلميذه الحبيب قبل موته على الصليب بقليل من تلك اللحظة وضعنا جميعا تحت سترها وهكذا بدأنا نصلي لها ببعض العبارات الموجهة إليها المذكورة في الأناجيل الممترئة نعمة مباركة أنت في النساء مريم كانت ولا تزال حاضرة في أيام الجائحة بالقرب من الأشخاص الذين للأسف أنهوا رحلتهم الأرضية في حالة من العزلة دون عزاء القربي من أحبائهم وهي كذلك حاضرة معنا دائما بحنانها الأمومي صلاواتنا المواجهة إليها لا تذهبوا سودان والآن تحييتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطغين اللغة العربية saluto i fedeli di lingua araba nella vigilia della festa dell'Annunziazione la donna del Sì che ha accolto l'invito dell'Angelo risponde pure alle nostre suppliche ascolta le nostre voci invocatela ed ella non vi deluderà perché lei è sempre lì vicino come era accanto al suo figlio quando tutti l'avevano abbandonato il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية في عيشية عيد البشارة سيدة النعم التي قبلت دعوة الملاك تستجيب أيضا إلى تضرعاتنا وتسقي إلى أصواتنا أطلب منها وهي لن تخذلكم لأنها دائما هناك في الجوار كما كانت بجوار ابنها عندما تخلى عنه الجميع ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر ترجمة نانسي قنقر